هاخدك وهنروح على شيء مؤلم جدا تلاتة انتقلوا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب ان هم كلوا حاجة حلوة ده معناه ان الحاجة الحلوة اللي كلوها دي بقى هتسميها مخشوشة هتسميها بيضة هتسميها فيها مواد كيموية او الوان صناعية ممكن تبقى مضرة بالجسم اللي حصل انه توفى لا ارحمه طيب اذا لازم ناخد الحذر والاحتياط طيب نحذر الناس وننصحهم بايه خصوصا لما يبقوا الولاد بيكلوا حاجة حلوة خلي بالك ممكن الحاجة الحلوة دي بقى فيها مواد خطر لانها مجهولة المصدر ممكن تبقى الحاجة الحلوة دي ما فيهاش اي خطورة بس الولاد عندهم السكر ربنا يا رب يشفي ويعفي عن الجميع بالذات بقى طيب الحاجة مجهولة المصدر ارجوكو 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 ما تشتروهاش ده نمرة واحد طيب ونمرة اتنين لو ولادنا عندهم السكر ربنا يا رب يشفيهم ويعفيهم يتعاملوا ازاي مع الحاجات الحلوة الحلويات والكلام ده خلونا اخذ معانا على تليفون دكتور اشرف الشرقاوي استاذ طب الاطفال والغدد الصماء والسكر بجامعة المنصورة وطبعا مدير مستشفى الاطفال الجامعي اهلا بيك يا دكتور اهلا يا سبي ازاي حضرتك ازاي صحة حضرتك كله تمام الحمد لله يا فردوه تمام نعمل ايه في الحلويات مع الولاد الزغيرين مشكلة كبيرة يا دي بس عايزين نتفق بس عايزين نبلغ الأسرة الكريمة اللي توفى أولادها عزانا الله يرحمه يا رب الله يرحمه يا رب الف رحمه وخلينا نتفق يعليه كربوهيدريت ويعليه سكريات ايه احنا بنحتاج السكريات في الجسم عشان تبقى مصطع للطاقة تخلينا نتحرك ونجري ونمارس اشغالنا فهي حاجة محببة بس في حدود انها تبقى من خمسة عشرين من اربعين في المائة من الوجبة هي بالبلدي كده بنقول حوالي ربع الطبقة اه احتياجنا لها نكون في الصورة المركزة كما زي العيش زي الرزل زي الفكهة لكن السكريات الصافية دي بتبقى لها مشكلة انها بتخلي البنكرياسي يعلن انسولين بشكل كبير كتا بحيث ان هو يستغل لها يخلح ظنة في صورة الدهون الدهون دي خمام بتكون ضرة تضر مع الوقت الحاجة التانية ان مستوى السكر في الدب هو مستوى بنقول عليه احنا بدي اضمنه يعني اللي بياخد علامة معلقة سكر هو بينبسط وبيحصل له مستوى من التشبع بهذا الاربع معلقة دهون ما بينفعش يقابل عنهم فمع الوقت عايتدي يزيد فاحنا بنتدي الغلطة بان احنا نربط ولادنا بالسكر كدعم المكافأة كدعم المنيزة فمع الوقت بنعلموا من السكرية دي حاجة كويسة وده طبعا مش حاجة صحية تاني حاجة ان احنا بنعلموا ولادنا يخدوها في الصورة الصافية وباكتر بيب جبنية يعني بيب بشارها فدي حاجة محتاجين لرتبها ونربطها باكتر بالفاكهة بالاكل الصحي الوقود نيجي بقى الاطفالنا اللي عندهم السكر دي بتبقى مشكلة تانية اللي مع اتنان السكر الزيادة والسكرات الزيادة السكر بيبتني على داينة لعبية وتمانين فليبتني يزيد افراز البول ويبتني افراز السكر في البول وبعدين ببتدى فقد ابلاح فليبتبقاش السكر يعلي مشكلة تبقى كل الجسمي فيه مشكلة من نتيجة فقد الابلاح وفقد السوائل وفقد المية فلما يوصل مستوى معايا من العلو ساعات الان يبتدوا يزاود الانفلين قوي بسرعة عشان ينزل السكر وده غضاء طبع لما البنعمل ايه؟ بيبتني يستخدم مية كتير بيبتني يستخدم محلول بعد جد الكفاف ونتواجه الى اقرب مستشفى هنا المصلحة ان السكر ينزل بالراحة مش بسرعة يعني احنا بنقول للمصاحب للسكر لو سكرة كانة ما تخافش وما تستعجلش وما تنزلش السكر بسرعة اهم الحاجة عوى بالسوائل اللي انت فقدتها ونتواجه الى اقرب بكان او اقرب طبيب عشان الاملاح اللي انت فقدتها دي تتعود صح وبعدين ننزل السكر بالراحة بس نصحتي للأهل ونصحتي للأسر ان الاطفال بعد الساعة 9 لا فيش اكل فيه سكريات الفترة اللي احنا فيها في الناس صيف وبدو تتفرج على تلفزيون وبدو نصهر نتوقف عن السكريات قبل الساعة 9 بالليل نحاول نربطهم بالاكل الصحي نحاول نتخاف شكل الطبق بتاحهم ونزود فيه الخضار والسلطة والبروتين عشان نبني جسم كمين لغياضي ونبقى شكله كويس ونتمنا نعمل يا رب الشفاء والأداد بإذن الله امين يا رب شكرك جدا دكتور اشرف كل الشكر الدكتور اشرف الشرقوي أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكر في جامعة المنصورة ومدير مستشفى الأطفال الجامعية